اهلا بكم في علاقة جديدة من قناتنا ماحب عصفيري الزينا في الفيديو ده هنكلم حضراتكم عن عصفير الروز وعصفير الفيشر بالنسبة لعصفير الروز والفيشر متوسط عدد للبيت اللي بيحطوه في العش الواحد من 4 على 6 بيضات والبيت بيفقس بعد 18 يوم وممكن كمان لغاية 24 يوم الوقت اللي بيتفتم فيه الفراخ بيبقى من 35 إلى 40 يوم افضل سن للتزاوج بالنسبة لعصفير الروز او الفيشر هو بيبقى 10 شهور فيه ناس بيتجوز اقل من 8 شهور 9 شهور لكن افضل افضل وقت ان هم يتزاوجوا فيه هو 10 شهور بالنسبة لمسم التزاوج بتاعهم بيبقى طول السنة شغال عادي بس العشوش بتاعته يلا بعض الشيء بحيث انه هو بيميل اكتر للتزاوج يعني ممكن يسيب البيت في اي لحظة عشان يتزاوج تاني متوسط العمر بتاعه من 10 ل 15 سنة الروز بيعتبر اكبر حجم من الفيشر لون منقر الفيشر بيبقى احمر ولون منقر الروز بيبقى اصفر لو زوجنا روز مع فيشر بينتج حاجة اسمها بغال والبغال دي بتبقى عقيمة ملهاش قدر على الانتاج خالص الموطن الاساسي للروز او الفيشر هو افريقيا بالنسبة لتفريق الدكر والنتاجة في الروز والفيشر بتبقى في حاجات كتير فيه ناس بتقول ان ممكن تفريقه من شكل الدماغ من الديل لكن الحاجة اللي هي بتبقى معروفة اكتر فتحة الرجل فتحة الرجل عند النتاية بتبقى اوسع من الدكر زي ما بيبقى فيه في الكوكتيل ده كده بالنسبة للروز والفيشر يارب يكون الفيديو اعجب حضراتكم لو عجبك الفيديو تنسيش تدعمنا بلايك شير سبسكرايب لو مش مشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل التنبيهات الجديدة ولو عجبك الفيديو واستفدت مننا ياريتك تبتلنا في الكومنتات عشان نستمر ونعملكم فيديوهات اكتر افادة لكل المربين وشكرا لكم